موسيقى اهلا وسهلا بيكو سنة 5 ابتدائي وحلقة جديدة من مادة الدراسات الاجتماعية تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة معاين حلقة جديدة من مادة الدراسات اللي احنا كلنا بنحبها طيب النهاردة احنا مش ناخد درس جديد لكن احنا هنراجع على الحاجات اللي احنا اخدناها قبل كده وتحديدا على 3 دروس الدرس جغرافيا ودرسين تاريخ درس الجغرافيا بتاعنا اللي هنراجع عليه هو درس انواع السياحة اما الدرسين بتوع التاريخ فاول درس هو الدولة الطلونية والدولة الاخشدية والدرس اللي بعد كده اللي هو الدولة الفاطمية في مصر طيب ودول 3 دروس اللي احنا هنراجع عليهم النهاردة كلهم فيلا كتب سرعة هيتورقوا قلم وهات الكتاب بتاعك ويلا مع بعض نحل شوية اسئلة علشان نراجع الحاجات اللي احنا اخدناها طيب واول حاجة هنبدأ بيها هنبدأ بدرس الجغرافيا اللي هو درس انواع السياحة في مصر طيب يقول لي كده السؤال ضع كلمة صواب او كلمة خطأ امام العبرات الاتية طيب والسؤال بيقول زيارة الاثار والمتاحف من السياحة الثقافية جملة دي صواب او خطأ صح او غلط الجملة دي لانا لما ازور الاثار والمتاحف دي كده السياحة ثقافية طبعا مرافو عليكم دي جملة صح لانا لما بزور الاثار زي الأهرامات والمعابد والمتاحف فأشوف الحاجات الجميلة دي بتعلم اكتر عن الحضارة المصرية او عن حضارات تانية لانا سافرت خارج الدولة بتاعتي فتعتبر زيارة الاثار والمتاحف من السياحة الثقافية طيب رقم اتنين يقول لي كده تعتبر الاسكندرية مركز للاثار الرومانية في مصر مراكمين تعتبر الاسكندرية مركز للاثار الرومانية في مصر يعني اسكندرية فيها اثار رومانية كتير ايوه طبعا صح وإحنا قلنا الكلام ده كنا بنشرحه كتير قوي في الترم الأول لما قلنا إسكندرية فيها المصرح الروماني إسكندرية فيها عمود السواياري فيها حاجات كتيرة من الأسر الرومانية لأنها كانت العاصمة بتاعة مصر في الوقت ده سؤال رقم 3 ويجي يقول لي السياحة الترفيهية قائمة على زيارة الشواطئ فقط يعني السياحة الترفيهية أن أنا زور شواطئ بس وشوف السهولة السحلية يعني وبحر ومية وكلام ده كله صحة أو الغلط؟ لأ طبعا إجابة خطأ مش جملة صواب لأن إحنا قلنا أن السياحة الترفيهية فيها أربع أنواع قلنا سياحة السفاري وقلنا سياحة المحميات وقلنا كمان سياحة بيئية ومعاهم سياحة الشواطئ دول الأربع أنواع من أنواع السياحة الترفيهية طيب سؤال رقم 4 بيقول لي مدينة شرم الشيخ من المدن السياحية الترفيهية مدينة شرم الشيخ مدينة سياحية ترفيهية أيوة طبعا طبعا جملة صواب لأنها مدينة شرم الشيخ أنها بروح أزور الشواطئ بتاعتها وأضي وقت جميل ولطيف على الشواطئ طيب رقم 5 يقول لي كده تمتاز شواطئ البحر متوسط بالشعب المرجانية النادرة تمتاز شواطئ البحر متوسط بالشعب المرجانية النادرة ها جملة دي صح ولا غلط؟ للأسف الجملة دي خطأ ليست صواب ليه بقى؟ لأن احنا قلنا أن البحر الأحمر هو اللي فيه شعب مرجانية وأسماك ملونة بشكل كبير جدا وقلنا ده علشان المية بتاعته مية صفية ما فيهاش تلوث كتير وبالتالي بينمو فيها الشعب المرجانية دي فالشواطئ اللي فيها شعب مرجانية هي شواطئ البحر الأحمر وليست البحر المتوسط طيب ونكمل برضو في صح وغلط ويقول لي كده سؤال رقم 6 سياحة الغوص إن أنا أغوص إن أنا أنزل في المية من نمازج السياحة الرياضية في مصر الغوص سياحة الغوص من نمازج السياحة الرياضية في مصر طبعا صح قلنا إن فيه في مصر أنواع كتيرة من أنواع الرياضات اللي الناس بتيجي يتمارسها ونوع من أنواع الرياضات دي اللي يعتبر السياحة مهمة أو السياحة بيجوا عندي علشان يعملوها في الشواطئ بتاعتي وفي البحر بتاعتي هي سياحة الغوص وده طبعا موجود في البحر الأحمر علشان يشوفوا الشعب المرجانية الجميلة والأسماك الملونة اللي احنا كنا بنقول عليها طيب رقم سبعة بيقول لي كده توجد محمية وادي حيتان توجد محمية وادي الحيتان ومحافظة أسوان جملة دي صح والغلط وادي حيتان ومحافظة أسوان طبعا جملة دي خطأ وهنا في معلومتين المعلومة الأولى أن وادي حيتان موجود عند وادي الريان في الفيون محمية وادي الحيتان دي موجودة عند وادي الريان في محافظة الفيون طيب ايه هي بقى المحمية اللي موجودة في أسوان رفوا عليكم كانت محمية سالوجة قلنا محمية سالوجة هي من المحميات اللي موجودة عندي في مدينة أسوان سؤال رقم 8 يقول لي التجول في الصحاري المصرية صورة من صور السياحة البيئية التجول في الصحاري يعني أن أنا أمشي ووعود كده في الصحاري وامشي كده وتفرج على الحاجات اللي موجود فيها صورة من صور السياحة البيئية لا طبعا جملة دي خطأ لأن التجول في الصحاري ده من سياحة السفاري لأن أنا أروح في الصحارة وأعمل كامبنج كده وأعود أعمل زي تخيم كده وأعود في الصحارة كده وأشوف الحاجات اللي فيها فلكن سياحة البيئية دي أن أنا أشوف المحميات الطبيعية لأن أنا زي محمية راس محمد زي محمية سالوجة ودي الريان دي اسمها سياحة بيئية طيب رقم 9 بيقول لي كده تستضيف مصر البطولات الدولية لجذب السياحة إليها تستضيف مصر يعني مصر بتستقبل البطولات الدولية الحاجات العالمية اللي فيها رياضة وديكم مثال على كده مثلا بطولة العالم لكرة اليد دي كانت موجودة في مصر طيب دي بطولة دولية أيها بطولة دولية طيب مصر بتستضيف الحاجات دي صح والغلط طبعا صح ومش بس في كرة اليد عندنا في كرة القدم عندنا في مجالات كتيرة جدا في الإسكواج حاجات كتيرة جدا مصر بتنظم البطولات الدولية دي على مستوى عالي جدا وبالتالي بيجي الرياضيين من مختلف العالم كمان الناس اللي بيشجعوهم علشان يشوفوا الرياضات دي ويستمتعوا بيها ويشجعوا الفرق بتاعتهم فمصر طبعا بتستضيف البطولة دي وده سياحة رياضية رقم عشر يقول لي كده الدفن بالرمال الساخنة في الوادي الجديد صورة من صور السياحة الطبية قلنا الدفن في الرمال في الوادي الجديد صورة من صور السياحة الطبية ايوا طبعا جملة صواب جملة صح قلنا ان بعض الرمال اللي موجودة في مصر ليها خواص طبية انها ممكن تعالج بعض الامراض الجلدية علشان كده بيجي بعض السياح اللي عندهم بعض الامراض الجلدية دي ويعملوا عملية الدفن في الرملة طبعا للأجزاء المريضة يعني في جسمهم علشان يتعالجوا عندنا ومش بس الرمال احنا كان عندنا مياه كابريتية موجودة عند عيون موسى وسيناء فدي برضو حاجة تانية موجودة عندنا برضو تعتبر من السياحة الطبية طيب وتعالوا كده ناخد سؤال تاني ونوع تاني من الأسئلة عندنا وهو اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس طيب يقول لي كده تاني زيارة الأسار والمتاحف المتخصصة سياحة ايه نوع السياحة دي لانا اشوف أسار ومتاحف طبعا برافو عليك وتعتبر السياحة ثقافية من غير مفكر لان انا باخد معلومات واتعلم حاجات عن الحضرات المختلفة طيب رقم اثنين تعد زيارة المحميات من أنواع السياحة لانا اشوف المحميات الطبيعية اللي موجودة عندي دي السياحة ايه رياضية ولا طرفهية ولا بيئية ولا دينية طبعا زيارة المحميات تعتبر سياحة بيئية رقم ثلاثة يقول لي كده في الاختيارات تشمل السياحة الطرفهية كل مما يأتي ما عدا السياحة ايه يعني كل اللي هيجي ده يعتبر سياحة طرفهية ما عدا نوع واحد فيهم ما يعتبرش سياحة طرفهية الشواطئ السفاري المهرجانات النيلية تاني تشمل السياحة الطرفهية كل مما يأتي ما عدا السياحة سياحة الشواطئ ولا سياحة السفاري ولا سياحة المهرجانات ولا السياحة النيلية برافو عليكم طبعا هي سياحة المهرجانات طيب حد يعرف سياحة المهرجانات دي من اني نوع من انواع السياحة برافو عليكم سياحة المهرجانات من انواع السياحة الثقافية لان انا بشارك في مهرجانات وفي معارض دولية ودي حاجات بتزود المعلومات عندي وبالتالي بتزيد لثقافتي كانسان وقلنا عندنا مهرجانات كتيرة جدا مهرجان سيد السمك اللي بتعمل في بعض المدن الساحلية عندي معرض القاهرة الدولي للكتاب سياحة ثقافية قلنا كمان عندي ليلة القدر ومسابقة حفظ القرآن الكريم دي برضو من المهرجانات الثقافية دي كلها تعتبر مهرجانات وقلنا نوع سياحة المهرجانات ده يعتبر من السياحة الثقافية اللي بتكبر مخي وبتفهمني حاجات كتيرة جدا طيب رقم 4 يقولي كده زيارة أثار الأكسر من أنواع السياحة ايه؟ أثار الأكسر دي السياحة ايه؟ سهلة خالص طرفهية ثقافية دينية علمية اللقسر فيها ايه؟ اللقسر مدينة اللقسر فيها ايه؟ طبعا فيها أثار مصرية قديمة كتيرة جدا وبالتالي تعتبر سياحة ثقافية قلنا الأثار تبقى سياحة ثقافية طيب رقم 5 سهلة خالص السؤال ده زيارة المساجد والكنائس والأديورة سياحة ايه؟ أزور مساجد كنائس أديورة دي تبقى سياحة ايه؟ طرفهية ثقافية دينية علمية واضحة خالص طبعا تبقى سياحة دينية لما أشوف الأثار الدينية زي المساجد زي ما كنا نتكلم كده عن مسجد عمر بن العاص زي ما كنا نتكلم عن مسجد أحمد بن طلون زي ما كلمنا بترمي الأور عن كنيسة المعلقة دي كلها من الأثار الدينية أو تعتبر أثار سياحة دينية وإذا كانت بقى أثار إسلامية أو أثار مسيحية طيب تشتهر محافظة الوادي الجديد بالسياحة ايه؟ رياضية، طبية، تاريخية، نيلية تشتهر محافظة الوادي الجديد احنا نستأيلنها ها سياحة ايه؟ رياضية، طبية، تاريخية، نيلية رافو عليكم الوادي الجديد، سياحة، طبية وده علشان قلنا فيه عملية الدفن في الرمال لقلنا لبعض الأمراض الجلدية الناس بتيجي علشان تتعالج هناك طيب سؤالي بعد كده يقولي كده تعتبر مدينة ايه؟ مدحفا مفتوحا للأثار الفرعونية ايه المدينة اللي طول ما انت شايف ماشي في كده في الشوارع بتاعتها شايف أثار كتيرة جدا وبالتالي بتعتبر كأنك ماشي في مدحف كبير كده مفتوح هيا مدينة الأسكندرية مدينة اللقصر العريش ولا بورسعيد مدينة أثار فرعونية ها برافو عليكم هي اللقصر هي الأثار فرعونية لكن لو قال لي أثار رومانية مدينة تشتهر بالأثار الرومانية تبه هي الأسكندرية تمام برافو عليكم طيب رقم سبعة يقول لي كده تمتاز سواحل البحر ايه بل شعب المرجانية النادرة هم سواحل البحر ايه أني اللي فيه شعب مرجانية كتيرة ونادرة مش موجودة في أي مكان في العالم ها البحر المتوسط البحر الأحمر البحر الأسود البحر البولتي هم عندي أربع بحار سواحل أني بحر اللي فيه شعب مرجانية وقلنا أسماك ملونة وده نتيجة أن المياه بتاعته مياه صفية تمام برافو عليك وهو البحر الأحمر اللي فيه شعب مرجانية كتيرة ونادرة طيب رقم تمانية كده بيقول لي توجد محمية جزيرة سالوجة في محافظة ايه بمحافظة ايه محمية جزيرة سالوجة ها محافظة الأسكندرية الفيوم أسوان لقصر محافظة سالوجة قلنا من المحميات الجميلة جدا اللي موجودة في محافظة أسوان وقلنا عندي قلنا الوادي جديد فيه محمية قلنا محمية الصحراء البيضاء قلنا عندي في ودي الريان قلنا عندي ودي حتان ده اللي موجودة في محافظة الفيوم يبقى تاني تعالوا نقولهم كده تاني بالترتيب عندي ثلاث محميات في ثلاث أماكن طيب السؤال بتاع بيقول لي سالوجة موجودة فين موجودة في أسوان طيب الصحراء البيضاء موجودة فين في الوادي الجديد طيب محمية ودي حتان موجودة فين؟ موجودة بجوار ودي الريان في محافظة الفيوم ودول الثلاث محميات الموجودين عندي طيب ويلا ناخد كده سؤال تاني علشان ناخد أسئلة جديدة اكتب ما تشير إليها العبارة يعني هاديني عبارة وعايز يقول لي العبارة دي بتشير إلي إيه؟ يعني إيه المقصود منها؟ عايز التعريف يعني طيب ويقول لي كده نوع من سياحة المغامرات يقوم في المناطق الجبلية والصحراوية السياحة نوع من أنواع السياحة يقوم على المغامرات أنا أعيش حالة كده من المغامرة في المناطق زكاة جبلية والله صحراوية ده سياحة اسمها سياحة إيه؟ رفو عليك اسمها سياحة السفاري وإن سياحة السفاري أن أنا أروح أتجول في الصحراء أقعد حبة في الصحراء كده أشوف المناظر والجبال وأضي وقت ممتع هناك طيب رقم اتنين السياحة القائمة على زيارة الأسار والمتاحة المتخصصة تعيد معنا السؤال ده كذا مرة دي تعتبر سياحة إيه؟ رفو عليكم سياحة تاريخية والسياحة التاريخية هي نوع من أنواع السياحة الثقافية رفو عليكم نقولنا أن السياحة الثقافية فيها ثلاث أنواع فيها ثلاث حاجات ممكن تبقى سياحة تاريخية لأن أزور الأسار والمتاحف ممكن تبقى سياحة المؤتمرات لأن أزور مؤتمرات زي مؤتمرات الصحة مؤتمرات السكان أو النوع الثالث من السياحة الثقافية هو المهرجانات اللي كلمنا عنه من شوية فالثلاث أنواع من السياحة دول جوه حاجة كده بنسميها سياحة السياحة الثقافية طيب السؤال اللي بعد كده ويقول لي السياحة القائمة على زيارة شواطئ مصر الجميلة ومدنها إننا أزور الشواطئ اللي موجودة بقى كذا مدينة فيها كذا شاطئ فدي زيارة الشواطئ دي سياحة عاملة ازاي؟ روفوا عليكم اسمها سياحة طرفهية إننا بزور الشواطئ وبستمتع بالوقت بتاعيه هناك في الأماكن الجميلة دي طيب السؤال الرقم 4 يقول لي كده سياحة تعتمد على زيارة عيون موسى بسيناء والرمال الساخنة في الوادي الجديد سياحة أنا بروح علشان يقيم ما أروح الوادي الجديد علشان الرملة السخنة اللي هناك يقيم ما أروح في سيناء علشان عيون موسى اللي فيها كابريت مياه كابريتية يعني طيب دي تبقى سياحة إيه؟ اللي هيروح هناك هيروح يعمل إيه؟ رفوا عليكم هيكون عايز يتعالج أو هي تعتبر سياحة طبية أو سياحة علاجية علشان بعض الأمراض قلنا إن الرمال الساخنة أو المياه كابريتية ليها بعض الخواص العلاجية تمام سؤال رقم 5 يقول لي كده محمية توجد في محافظة الفيوم احنا لسه قاليني تلات محميات بتوعنا ها ايه المحمية اللي موجودة في ودي الفيوم في منطقة الفيوم وحافظة الفيوم رافو عليك وهي محمية ودي الريان وقلنا اللي فيها ودي حتان تمام اوكي طيب رقم ستة سياحة تتمثل في رحلات المراكب والبواخر النيلية وخاصة بين الأكسر وأسوان سياحة في رحلات المركب اخد مركب وامشي في نهر النيل من الأسوان دي تبقى سياحة ايه اسمها سياحة نوع السياحة ايه رافو عليكو سياحة نيلية بما اني هاخد مركب وهبقى ماشي في النيل وبكده نكون خلصنا الأسئلة بتاعتنا عن جزء الجغرافية طيب وانا حابب كده ان انا نجمع كده مع بعض على طول أنواع السياحة في مصر طيب أنواع السياحة في مصر انا عندي فيهم أربع أنواع للسياحة قلنا سياحة ثقافية سياحة طرفهية سياحة علاجية وسياحة رياضية طيب السياحة الثقافية فيها ثلاثة أنواع اما تكون سياحة تاريخية أو سياحة مهرجنات أو سياحة مؤتمرات أما السياحة الطرفهية ففيها أربع أنواع سياحة الشواطئ سياحة السفاري سياحة النيلية والسياحة البيئية أما السياحة العلاجية فدي بتقوم على زيارة الأماكن إذا كانت عيون موسى أو الرمال الموجودة في الوادي الجديد وسياحة الرياضية تقوم على ممارسة الرياضة وإن مصر الدولة بتاعتنا بزلت تضيف أنواع كتيرة من أنواع الرياضة طيب ويلا نخش بقى على مراجعة التاريخ بتاعتنا وإحنا قلنا أن إحنا هنراجع على درسين من التاريخ درس بتاع الدولة الطلونية والإخشدية ودولة الفاطمية في مصر طيب ويلا كده بسرعة أكمل العبارات الأتية بكلمة مناسبة طيب السؤال الأول بيقول لي أصبح أحمد بن طلون ويليا على مصر بعد وفاة مين مين اللي كان مفروض ماسك مصر ولما مات أحمد بن طلون ماسك مكانه برافو عليكم هو فعلا بايكي باكي التركي بايكي باكي التركي تمام رقم اثنين يقول لي كده نشأ أحمد بن طلون في مدينة ايه ها المدينة اللي تربى فيها تمام هي مدينة بغداد برافو عليكم شاطرين جدا أحمد بن طلون كان تربى في مدينة اسمها مدينة بغداد طيب رقم ثلاثة يقول لي كده شيد أحمد بن طلون ايه لعلاج المرضى بالمجان وكلمة شيد يعني يبنى حاجة هو عملها ايه الحاجة اللي عملها أحمد بن طلون علشان تعالج المرضى وبالمجان ببلاش برافو عليكم وهي كانت البيمارستان البيمارستان دي الحاجة أو المبنى الكبير اللي شهده أحمد بن طلون علشان يعالج فيه الناس وكمان ما كانش بس لعلاج لكن كمان علشان الناس تدرس فيه الطب ويتعلموا الأمراض وكيفية علاجها يعني طيب رقم أربعة يقول لي كده أسس أحمد بن طلون مدينة نقط ها ايه المدينة اللي أحمد بن طلون عملها علشان تكون العاصمة بتاعته كده ويبهو قاعد فيها برافو عليك وهي مدينة القطائع مدينة القطائع رقم خمسة بيقول لي كده امتدت حدود الدولة الطلونية يعني كانت حدود الدولة الطلونية من فين؟ من بلاد ايه في الشرق حتى إقليم ايه غربا يعني ايه من الشرق لحد فين في الغرب؟ ها تمام برافو عليكم من الحجاز في الشرق ولحد إقليم بركة غربا من الشرق الحجاز مدينة الحجاز وبركة في الغرب طيب بعد كده بيقول لي رقم ستة تنسب الدولة الإخشيدية إلى مؤسسها مين؟ مين اللي أسس الدولة الإخشيدية في مصر؟ برافو عليكم محمد بن طغ وقلنا اسمه محمد بن طغ فأخذ لقب الإخشيد فأصبحت الدولة بتنسب ليه باسم الدولة الإخشيدية طيب السؤال ده مش كان ممكن يجيلي على أحمد بن طلون؟ قال لي أيها ممكن يجيلي على أحمد بن طلون يقول لي تنسب الدولة الطلونية إلى مؤسسها مين؟ برافو عليكم هيكون أحمد بن طلون أحمد بن طلون عمل الدولة طلونية محمد بن طغج الإخشيد عمل الدولة الإخشيدية طيب بعد كده يقول لي محمد بن طغج الإخشيد من أصل إيه الأصل بتاعه يعني بابا ومامته كانوا من فين أصلا برافو عليكم من أصل تركي زي مين برضو كان من أصل تركي برضو كان أحمد بن طلون من أصل تركي طيب يقول لي كده صد محمد بن طهجة الإخشيدي هجمات الدولة لإيه صد محمد بن طهجة الإخشيدي هجمات الدولة رفوا عليكم الدولة الفاطمية قلنا الدولة الفاطمية كانت عايزة تاخد مصر وتكبر الدولة بتاعتها وكانت عايزة تستغل ضعف الطلونيين في الوقت ده ولكن محمد بن طهج جيب الجيش بتاعه ومطرد الفاطميين وأخد مصر وأقام فيها الدولة الإخشدية طيب رقم تسعة يقول لي كده قوى محمد بن طهج مركزه في مصر والشام وإيه قوى مركزه يعني خلى ليهيبه كده ومركزه بقى قوي يعني ليكون له الإشراف على إيه علشان يشرف على إيه رفوا عليكم وهي مصر والشام والحجاز وعلشان يشرف على قلنا الحرامين الشريفين يعني هو وسع دولته وقوى مركزه في مصر والشام والحجاز علشان يكون بيشرف على الحرامين الشريفين طيب بعد كده يقول لي الإخشيد كلمة تعني إيه معنى كلمة الإخشيد رفوا عليكم يعني الملك طيب نكمل بعد كده برضو في أكمل يقول لي كده أرسل المعز لدين الله جيشا نضم مصر بكيادة مين المعز لما حب أنه ياخد مصر يستغل ضعف الدولة الإخشيدية قاعد كده يبص على القضى بتوعه فلقى قائد شاطر كان اسمه تمام جوهر السقلي برافو تمام بعد كده يقول لي فتح جوهر السقلي مصر وضمها للخلافة الفاطمي لأن اللي أرسله المعز لدين الله الفاطمي تمام طيب يقول لي كده برضو أسس جوهر السقلي عاصمة جديدة لمصر عرفت باسم الدولة اللي أسسها جوهر كانت طبعا هي مصر هي القاهرة سوري اللي أسسها في مصر هي مدينة القاهرة اللي أصبحت العاصمة بتاعة مصر يقول لي كده أول الخلفاء الفاطمين في مصر هو الخليفة أول واحد جيف في مصر وبقى هو الخليفة هو برافو عليك والمعز لدين الله عيد أول السنة الكبتية يسمى عيد وده عيد من الأعياد المسيحية عيد بداية السنة الكبتية هو عيد النيروز برافو عليك وشاطرين جدا وإن اللي كانت بتحتفل بالأعياد دي كانت دولة الفاطمية طيب يلا كده سؤال جديد ضع كلمة صواب أو كلمة خطأ طيب ويقول لي كده أرهق أحمد بن طولون المصريين بالضرايب كان بيتعبهم وبياخد منهم فلوس كتير لأ طبعا جملة خطأ طيب يقول لي كده وصلت حدود الدولة الطولونية بمصر إلى بلاد النوبة شمالا لأ طبعا غلط النوبة جنوبا وليست شمالا طيب أحمد بن طولون من أصل فارسي نحن لسه قللين لأ طبعا برضو أحمد بن طولون من أصل تركي وأنها تربى في بغداد طيب أشرف الإخشيد على الحرامين الشريفين اللي هم المسجد الحرام والمسجد النبوي طبعا جملة صواب جملة صحيحة رقم خمسة يقول لي كده تميز عصر أحمد بن طولون بالعد والاستقرار وقت حكم أحمد بن طولون لمصر كانت مصر مستقرة وكل الناس بتتعامل كويس وفي مساومة بينهم طبعا صح هندي من أول الحاجات اللي عملها أحمد بن طولون لما مسك حكم مصر طيب يقول لي كده اتخذ أحمد بن طولون مدينة الفستات عاصمة لدولته الفستات لأ طبعا قلنا هو بنى لدولته مدينة جديدة هي كانت القطائع فدي جملة خطأ طيب كمان يسألني سؤاله يقول لي يشيد أحمد بن طولون البيمارستان وجعل العلاج فيه بالأموال الفلوس لأ خطأ قلنا العلاج في البيمارستان كان بالمجان ولكل الناس طيب بقم تمانية يقول لي كده حرس محمد بن طاق الإخشيد على الاحتفال بالأعياد الإسلامية والمسيحية طبعا برافو صح قلنا كان بيحتفل بكل حاجة الخليفة المعز لدين الله الفاطمي أول الخلفاء الفاطمين في مصر صح أو الغلط أيوة صح قلنا لما جاب الخلافة بتاعته من المغرب إلى القاهرة ابتدى يكون هو أول خليفة فاطمي في مصر يقول لي كده نقل الخليفة المعز لدين الله الخلافة الفاطمية من المغرب إلى القاهرة أيوة طبعا جملة صح نحن لسه أيلنها يقول لي كده استطاع الفاطميين القضاء على الدولة الإخشدية في مصر الفاطميين أضع الإخشديين أيوة صح وأقوم والدولة الفاطمية في مصر والجملة دي تعتبر جملة صواب وبكده تكون كده رجعنا على درسين أهم الأعمال لبعض الشخصيات عرفنا كل دولة كان فيه أهم المميزات اللي حصلت فيها طيب ذكروا كويس وبالتوفيق ليكو كلكم موسيقى